السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم فيديو جديد ووصفة جديدة من وصفات ام هيتم اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم سنشارك معكم طريقتي في تحضير البصل بودرة توم بودرة وكذلك حتى البودرة الكروفيت او القمرون اللي كتبع بتامن غالي وكتدخل في تحضير الكثير من الوصفات او الحشوات المليحة والبسطيلات كذلك سنشارك معكم طريقة تحضر لي سهلة مبسطة ناجحة وتصبر معكم مدلية طويلة فإن شاء الله الاقتراح اليوم من الاعجاب اليكم لا تنسونا فقط من لايك للتشجيع ومنطبوش عليكم منذ مباشرة للمقادير وطريقة التحضير على بركة الله نبدأ معكم بتحضير التوم بودرة بالنسبة لتوم وهي من الاشياء او من الاساسيات اللي ما تخطنيش في الدار وكن نخدم بها بزاف لف الحشوات المليحة ولا احتفتت بلس ديال الجاج ديال الحوت وحتى ديال الحب انا قادي نشارك معكم طريقة بالنسبة لتوم كنحاول ناخد توم اللي كتكون حمراء ونحاول هكا للفصوص يكونوا كبار باش تسهل علي الخدمة بطبيعة الحال اما بالنسبة لي انا فشخصيا اما استخدموا السيكين كيف شتو معا وتقطعها كشرائح باش تيبسوهم او لا كانت استخدمنا هاد القطع هادي القطع اللي كان قطعه فيها البطاطة شيبس هاد القطعها كتدير خمسة درام كتتبع في المحلات دير خمسة درام يعني اول الادوات دير خمسة دير درام كتلقا فيهم القطعات هادو فيها حكا من جهة وفيها القطعات ديال البطاطة الشيبس فانا كندوزهم فيها كيف مكتلكم من الحبات او للفصوص إلا كانوا هكا كبار ضغيات غيات يسهل عليكم وكيجوا كاملين في نفس الحجم سوف نقطع معكم تقريبا 1 كمية ديال 4 او 250 جرام ديال التوما ونرجع معكم باش ننوريكم طريقة اللي كان ديرانه بالنسبة لتجفيف ديال التوما والبصلة ينفيها ثلاثة ديال الطرق الطريقة الاولى هي ديال الشمش طبيعة الحي اللي كان صيفوا ويانو الحال سخونوا مزيان رضغي يطبس لكم يعني تبسوها في الشمش طريقة الثانية هي انكم تبسوها في الفران والطريقة الثالثة اللي كان دير انا واللي كان تعجمي بزاف وخصوصا في التوما والبصلة اللي هي هكا تاخدو سميدة الغليضة او السميدة ديال الكسكسو وقد ديروها في طنجرة اللي تكون تقيلة سواء هكا عندكم شية تنجرة تقيلة ولا الطنجرة ديال الضغط مهم تنجرة اللي تكون هكا شوية تقيلة باش توزع لكم الحرارة وقد وضعوا فيها واحد الكيمية هكا ديال السميدة كيفما كتلكم الغليضة ولا ديال الكسكسو وقد ديروها فوق نار في الاول اللي هي متوسطة حتى كتبليكم يعني التنجرة سخنات عفوا سميدة ديالتكم سخنات وحتى التومة بدت تتلوها كتتحسوا بها بدت يعني صافي بدت تدخلها الصد وبدت تتلوها تنجرة تديرو نار اللي هي مهيلة وقد تبقوا بالتحريكها مش التحريك المستمر يعني تبقوا واقفين حدها يعني تبقوا تحركوا تدوزو حدها وتحركوا مرة مرة حتى كتبدا كتيبس وقد تاخد واحد اللون اللي يكون دهبي خفيف حاولوا انكم يعني ما تتحمراش كتر من القياس هي را غيرت بدت تاخد اللون دهبي تحيدوها من فوق النار يعني تحيدوها من وسط الطنجرة وتحطوها كفوتاجي جانبا را غادي تيبس لكم يعني ما تشوفوها شاكا ويبقى سخونة فوسط طنجرة وكتحسوا بها يعني لو يلا يعني كل ما هي بقى سخونة فوسط طنجرة او لفوسط ديكس سميدة غادي تحسوا بها لوية ولكن انفو تحيدوها تبرد راها كتبط راسها وكتتقرمش طيب انا غير كتوصل ليها اللون اللي هو ذهبي كيف مكتلكم غير كيتدهب اللون ديالها مباشرة مباشرة كنحيدها وكن غربل منها هاداك سميد او لاداك الكسكسو بطبيعة الحالي انها بقى سخونة فانا غادي نغربلها بالسيار او ليلكتو غادي تسنوات برد فحولوا انكم ما تسنواش حتى تتاخد اللون ذهبي كنتوني شنو بيت نقول لكم لانكم اللي خليتوها فوس هادا الخالط لانو كيكون شاد سخونية فرا غادي تزيد طيب وغادي غير تحرق لكم انا هنا مباشرة غادي نغرب لها باش نزول منها هاداك سميد اللي كيكون شاد لها السخونة وهذا هو الشكل يلا شوفوا معي كيفاش كتبقى اللون ديالها مذهب صاف هنا كتكون عندنا وجدة ما كتبت تخطش وقت ليه وكتير طبيعة الحال كيف مكتلكم غادي تديروها في الفورن فانتم كذلك تديروها شرائح تستفوها فلاطة فرشب ورقة الطهي وفرل يمسخن على 120-140 دراجة كحد اقصى و تخليوا هاي الدهب لون ديالها هاتوا مسمعون اي قرمشة ديالها من بعد ما كتبت لكم وخاك اللون ديالها مذهب ولكي لبقت يعني سخونة تحسو بها لوية وغير كتبت 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 لكي تشوفوا اللوين ديالها مذهب ومقرمشة واجدة باش اطحنوها بالنسبة للطحين بالنسبة للبودرة ديال التوم او ديال البصل يعني شخصيا 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 البودرة ديالها لان مطحونة بودرة لان الامت تلصق مع بعضاته تقوية حل الحجرة يعني مختبت كتبقى زوينا فش كنت كنناخدها من قبل بالعبار سيد الي كتناخدها من عندك يقول لي البودرة اللي نلقيتها بودرة عارف انها م gordرة ديالتوم كاملة لان البودرة ديالتوم تفقد تلصق و تتعجن مع بعضيةه تتوقع تكون نيابسة ومطحونة تتعجن وخلطها معها سكين جميل لكي لا تلسق أما لو أريدها تكون مدة طويلة و لا تلسق و لا تتعجن و لا تتعجن تتحنوها بحال كافلها و تردوها بحال سميد هنا لا تتحنوها بحال سميد و لا تتحنوها بحال سميد هذا هو القوام لكي تحتفظ بها مدة طويلة و لا تتعجن بالنسبة لبودرة البصل نفس الطريقة التي تتعجن في البودرة البصل البصلة تأخذ البصلة الحمراء ليابسة لا تأخذ البصلة ليابسة بطبيعة الحال تأخذها و تقطعها كشرائح رقيقة و كذلك تأخذها كأيم مفهد الميبشرة و تقطعها كامل قيص واحد أو تأخذها بالموسرة تقطع شرائح لا تأخذ وقت لها كثير تقنع كمية تتحاولو أن تأخذها كامل كامل فائد الماء لأن البصلة هي نسبة الماء كثير من ثوم و يتجفف و يمكنك تحضير كمية قليلة سوف أقوم بإصدار الكيلو سوف تشوفوا معي الكيلو ديال البصلة مع ربعة ديال توم تتعطي كثير من البصلة كيفما قلت لكم شوفوا معي كيكون فيها واحد نسبة ديال المعفون اللي هي كثيرة يعني كتجفف كتاخذ وقت سواء ندرتوها هكا في الفرران يعني جربتها في الفرران ويجربتها حتى هنا نفس الشي كتاخذ معكم وقت باش كتيبس وكتقرمش كذلك حتى هي غير تباليكم هكا يبسات وولتها هكا يعني الشعر دي هكا تولي رقيقة لانما كيكتلكم كيكون في واحد نسبة ديال مالية كتير فاليان الشرائح كيو اللي ورقاقين بحل الشعر كيو اللي ورقاقين غير ياخدوا هكا اللون ذهبي يدهبوا صافي كتغرب لهم كذلك وكتخليهم حتى كي يبردوا على خطرهم كيف كتشوفهم بعدما كي يبردوا يبردوا لانهم فاش كيكونوا بقيا غير دافين ولا هكا غير شوية بعدما كتحيثوا بهم لاوين كيف كتسمعوا معايا كيو اللي ومقرمشين ويابسين مزيان فكذلك النفس الطريقة اللي درتو مع التومات تدروها مع البصلة تحنوها غير تهرمش يعني غير تفرتز تولي يعني الحجم أكبر حجم قائلة بغتو تخليوا فيها تخليوا قد الحجم ديال الكسكسو هداك هو أقصى حجم ممكن تخليوا في الحبات ديالكم لا تغربلوهاش بودرة مية في المياه لأنكم اللي غربلتوها بودرة مية في المياه كونوا متأكدين انكم غير سوف يدروها في القريعة ديالكم غدي تولي يعني حجرة واحدة كيف نقول وغدي تلسق كاملة مع بعضيتها سوف يدول قوام فاش خليتها واندوز معكم البودرة ديال الكروفيت بالنسبة لبودرة ديال الكروفيت اولا ديال قمرون واللي كتبع سرحة هي بتمن أغلى من هاد الموجفافات كامية لأنه كنت نخدمو بها بزاف وخصوصا أصحاب المحلات والمخابيز الكبرى كيدروا هكا كينسبو بها ذوك البريوات للمالحين وكتدخل كذلك في حتفة تتبيلات ديال البسطيلات ديال الحوت أو البسطيلات للمالحين بالنسبة لبودرة ديال الكروفيت طبع الحر احنا ما كنجفوش لكروفيت كنجفوه غير القشرة الخارجية دياله كتاخذوا الحبات ديال الكروفيت ديالكم كتزولوا لهم القشرة ديالهم وهاد القشرة طبيعة تحرقهم كتغسلوهم وحتى الراس بالنسبة للراس كتحاولو تحيدو من نوع ذوك العوينات يعني هكا اللي كيكون فيهم يعني كيف إلا بغينا نقولو أعضاء هكا حيوية كيبقى ورطبين فكتحيدوهم كتخلو يعني غير القشرة دياله وهاد الشيكو ما كتليكو مرا عندي مغسول وصلتهم ويبستهم اولا قطرتهم زيان من الماء كتستفوهم في واحد اللاطة اللي ينفرش في واحد القطع ديال ورقتها اولا مباشرة في اللاطة ماشي داروري وكتديروهم على فران اللي كتسخنوه من فوق ومن تحت اولا غير فران ديالقاز نار اللي مهيلة بحالي كتطيبو الصابلي او اقل وكتخليوهم كينشفو على خطر خطرهم ومرة مرة بطبع الحال كتحركم كيف كتشوفوا معي كيبقى يبيض بحالة كلهم وانتما مرة مرة كتبليو كتحركم حتى كتحسوا بذوك الحبات كتوليو وغير كتتقسوهم بيدكم كيتفرشتو كيتقرمشو يعني غير كتديروهم غير بين ايدكم كدلك حتى هم ما كيتهرسو بنفس الطريقة كدلي قد ينطحنوهم هنا يوم في الأشواء او في الطحانة ديلكم ديال العطرية غير كيف مكتلكم ما تطحنوش مياه في المياه تتولي بودرة يعني دقيق سوف يكون تغرب لهم بهذه الغربة لهذا وكتحيدو الزوائد بحال من نسبة الكروفيت في الناحية الزوائد اللي بقوا ليشوية كبار لان القشرة طبعة الحال سوف يوم ما تبقى هو هذا انتم ممكن بكتشوفوا معي القوام ديالو كيف كيبولي هاد البودرة هادي صراحة انا كتكن ناخدها كناخد هاد الطويسة اللي كنديرو فيهم النكهات كناخدو ديال كتكن ناخدها بعشرات ديال برهم يعني غير البودرة ديال الكروفيت اولا بعد مرة كيكون مخلط معها الملح الصيني يعني كيف مكتلكم التامن ديالا كيكون غالي كيدخل في تحضير بزاف ديال الحوشوات الماليحة اول كذلك البسطيلة الماليحة اولا البسطيلات ديال الحوشت كتنكه بوحد شكل وزويل والمخابز الكبرى اللي سبولتو غادي تلقاهم كديرو هاد البودرة ديال الكروفيت يعني يقدروا يدروا فيها الكروفيت اولا ما يديرو جقع ولا داروا البودرة كتعطي واحد النكهة اللي هي مجهده ديال الكروفيت كديرو في البريوات ديال الكروفيت صدقون يجربوها وخد جربو غير كيمية قليلة وردو عليها ان شاء الله في التعالق هدا هو القوام ديالهم من بعد ما يعني يكاملين هاده الرابعة ديالتو ما شوفوا معايا الكيمية اللي خرجت وهنا تقريبا ره سبعمائة جرام ديال كروفيت يعني خدت منها الكترة ديالها والراس كل شي وطحنت هاده هاده الكيمية كاملة وهذا كيلو ديال البسطيلة كيلو ديال البسطيلة الي بنات كيخرج واحد كيمية اللي هي يقليل سوف نعمر الكيميات كما حضرت معكم اليوم من الإشارة فقط سوف تحتفظ بها سنة كاملة سواء كم طحونين او لم يجفين فقريعات تحن الكيميات اللي بغيتو ريبقوا لكم مدة دي العام غير تكون هكا فقرعات اللي تكون مسدودة عليهم مزيان هذه الكيميات اللي بودرت كيف مكتلكم 700 جرام طحنت هذه الكيميات اللي حصلت عليها بالنسبة للبصلة كذلك كذلك الكمية راها كيلو دي البصلة حصلت علي هذه الكيمية هذه وربعة هنائيات ديال التوم فانتمنى لكم في التقوم في هذا الفيديو هذا ويكون نعجبكم الاقتراحات وطريقة ديال تحضير طبيعة الحال إلا عجبتكم ما تنسوا نشكي في العدم اللايكات ديالكم والتشجيع البرتاج مع العائلة والأصدقاء كما واقع التواصل الاجتماعي باش تعمل فائدة للجميع شكرا دائما على حسن المتابعة وإلى فيديو قادم إن شاء الله مع السلامة